استقبل وزير الداخلية محمود توفيق وزير داخلية الفلسطيني زياد هب الريح الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد أمني رفيع المستوى تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقة الشراكة الأمنية بين الجانبين كما أعرب وزير الداخلية الفلسطينية عن سعادته بزيارة القاهرة وتقديره لمكانة مصر الرائدة على ساحتين الإقليمية والدولية وجهودها المستمرة لدعم ومساندة السلطة الفلسطينية في شتى المجالات كما أشار إلى تطلع وزارته لتعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية خاصة في مجال تدريب كوادر الشرطة الفلسطينية في عدد من المجالات الشرطية وشاد باهتمام وزارة الداخلية المصرية بالارتقاء بمستوى إعداد وتأهيل العنصر البشري مما جعل مما عاهدها التدريبية وجهة رئيسية للكوادر الأمنية العربية الراغبة في الاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية وأعرب وزير الداخلية محمود توفيق خلال اللقاء عن ترحيبه بزيارة نظيره الفلسطيني للقاهرة والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين كما أكد على التزام وزارة الداخلية المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الفلسطينية لمواجهة ما يعترضها من تحديات انطلاقا من موقف الحكومة المصرية الداعم لأمن واستقرار الدولة الفلسطينية كما أشار وزير الداخلية إلى ترحيبه بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأمني مع الجانب الفلسطيني واستعداد الوزارة ومعاهدها التدريبية لاستقبال كوادر الشرطة الفلسطينية وتأهيلهم في مجالات العمل الشرطي في إطار حرص الوزارة الدائم على مد جسور التواصل وتبادل الخبرات مع أجهزة الأمن العربية لدعم رسالة الأمن والاستقرار في كافة الدول الشقيقة ترجمة نانسي قنقر